اليوم بدنا نحكي عن الكاميرا الجديدة من سوني السوني ألفا 7S مارك 3 الاسم طويل بس تحملوني بستاهل الكاميرا طالعة من شركة سوني تقريباً لها أربع أشهر واتأخرنا بالمراجعة بسبب أنه كل ما توصل الكاميرا لشركة يو كام بتنباعي الكاميرا فوراً فشكر خاص صراحة للسيد علاء النجار أنه سمح لي أخذ الكاميرا على مدة يومين أتجربها وأعمل عنها ريفيو على السريع بدون أي تأخير خلينا نبدأ ملاحظة على السريع قبل ما نبلش إذا بدي أحكي عن الفيتشورز والمواصفات الجديدة الموجودة بهذه الكاميرا وأشرحها واحدة واحدة الفيديو أتوقع يمكن يوضع معي ثلاث ساعات فاختصاراً للوقت بحاول أنا دائماً فيديوهات تكون قصيرة ماكسماً تكون عشر دقائق بدي أخذ المواصفات الرئيسية المهمة وحكيها على السريع أول إشي وح يلفت انتباع مستخدمي سوني تلت شف سكرين أنت عندك شاشة تقدر تلفه بالكامل وتشوف كل الزوايا اللي أنت محتاج إن كانت بتصور هاي أنجل تشوف الشاشة أو لو أنجل أو حتى فلوغينج سيلفي إذا أنت بتصور سيلفي هذا الأوبشن صار موجود إذا أنت محتاجه عاد عن هيك الشاشة تتش بتقدر تغير عليها نقاط الفوكس الآخر بس ما بتقدر تعدل على أوبشنز موجودة فيها إنه تكبس على أوبشن وتعدله رح تضطر إنك تكبس على فانكشن بوتون وتغير من العجال أو بعديها تستخدم الشاشة بال7S Mark III ما تخلى ممريتين وهون عندنا حلت مشكلتين اسأل أي مصور أعراس أو أفراح أو إيفنتات إيش أكبر خوف بواجهك وإنت بتصور وقل لك بخاف الممري تضرب فإك إنت صار عندك ممريتين واحدة بتخلي عليها كل إشي بتصور كل إشي طبيعي والثانية تعمل دعم للصور أو الفيديوهات اللي صورتها على الممري الأولى هذا أولا ثانيا إذا الممري الأولى عندك فللت الحلو بالسوني إنها خلص بتكمل على الممري الثانية وبتمشي فيها لأنه هون ما في عندك تايم لمت يعني مش زي كاميرات الفوتو معاك نصف ساعة ماكسما بعدها بفصل الفيديو لا هون السوني هي كاميرا فيديو مخصصة لهذا الإشي فرح تكمل وتعبي على الممر الثانية كمان وعلى ذكر الموضوع هاي الكاميرا مش للفوتوغرفرز مش لمصورين الفوتو هاي مخصصة للفيديو أولا وممكن تصور فوتو هلا بالنسبة للبطارية بتعامل معها اللي هي الـ FZ100 الـ NP-FZ100 وسعتها 2280 ميلي أمبير ما بدي أحكي قديب وتصمد معاك وقت الاخري لكن أكيد اللي بديشتري كاميرا مورولس وبدك تصور فيها فيديو تعال أقل رح تطلو معاها بطاريتين ويفضل بتشتري قرب إذا بدك تكمل عليها شغل ثقيل صراحة البطارية هو مش من الاشي المواصفات اللي أنا مهمة بالنسبيلي لكن خلينا نحكي هلا عن مدخل الـ HDMI اللي موجود بالكاميرا هو يعني مدخل HDMI كبير كامل بعض الكاميرات موجود فيها مدخل HDMI mini اللي بيكون كثير صغير وصراحة بيغلب ومتعب تقعد تدور أصلا على كابل mini HDMI وغير هيك ضعيف ممكن ينكسر فهذا كابل كامل بشو السبب يليم؟ خلينا ندخل على الموضوع الثاني اللي موجود بهذا الكاميرا اللي هو منه السنسور اللي موجود فيه السنسور حبايبي بدعم داخلي من الكاميرا بتقدر تصور كرومة سب سامبلينج فور تو تو بعرف الاسم جديد مش كثير ناس بعرفوه راح أشرح عنه فيديو لاحق لكن بهاي الحالة السنسور بعطيك كواليتي ألوان جدا جدا عالي أي مصور فيديو وكالرست بعرف شو يعني الفور تو تو سب سامبلينج فأنت هون بتسجل فور تو تو تن بيت على نفس الكاميرا منها فيها بس فيه إمكانية لسه أكبر للكاميرا إنها تسجل لحد 16 بيت لكن عن طريق مونتر خارجي بتشبكه وبتشبك عليه الـ HDMI والمونتر هي لتسجل الفيديو منها وفيها المونتر مثلا زي شاشة الأتموس نينجا خلينا نحكي فبتشبك عليها الـ Recorder وبتسجل 16 بيت بس ما بناش نتعمق كثير بالموضوع بشتغل Color Grading راح يعرف قيمة هاي الألوان وبما أنه دخلنا على السنسور خلينا نحكي عن السنسور الداخلي صار يدعم ال-IPS In-Body Stabilization يعني مانع الاعتزاز صار جو ال-Body منه فيه نتعمق هلا أكثر بالسنسور وراح تستغربه من هذا الشيء الـ Resolution تاع السنسور تقريبا 12 ميجابيكسل وليه ليه طب تليفوني بصور 100 ميجابيكسل حاليا مش دائما ننيح كثرة الميجابيكسل بتذكروا انه حكيه انه هاي الكاميرا مخصصة للفيديو أكثر مش للفوتو فبالنسبة للفيديو السنسور بـ 12 ميجابيكسل ممتاز جدا لأنه انت هون بتحكي عن Full Frame Sensor إذا كان السنسور هو نفسه لكن عدد البيكسل أقل هون حجم البيكسل الوحدي بكون أكبر ما بيه ليه شو بفيب كلما كان حجم البيكسل أكبر كلما تدخل إضاءة أكثر ما لحق صراحة أصور فيها لكن في هذا الفيديو من قناة بوتاتو جت صور بالدنيا ليل بس مولعين النار وشوفوا كيف السماء واضحة فيه وإحنا هون بنحكي عن آيزو 50 ألف تقريبا وهذا رقم أبدا مش قليل خلينا نحكي عن موضوع الدايناميك رينج شركة سوني تحكي انه هاي الكاميرا بتدعم لحت 15 ستوب أو بلس 15 ستوب رح يكون فيه شرح كمان عن الدايناميك رينج قلتلكم إذا بدأ شرح كل اوبشن بحكوا فيه بهاي الكاميرا رح نوخذ ثلاث ساعات ما بدأ أتعمق كثير بالموضوع فقط مجرد ما أحكي انه 15 ستوب أتوقع فيه ناس رح تفهم شو هذا اللي بحكي عنه نحكي هلا عن موضوع الريزيليوشن تاع الفيديو كمان عن الفريمات بالنسبة للريزيليوشن تاع هاي الكاميرا عادة أن تتوقع عنها تصور 8K لأنه التاليفوناتنا صارت تدعم 8K لكن هون الكاميرا بتدعم 4K بس بالمقابل بدأ ما يزيدوا الريزيليوشن زادوا عدد الفريمات فأنت بتقدر تصور لحد 200 فريم على هاي الكاميرا سلو موشن 4K فأنت عام بالمقابل أكي الريزيليوشن 4K لكن عدد الفريمات صار أعلى وهذا أبشن كثير ناس بتهمهم لأنه انت هيك بتصير تأخذ السينماتيك شوت هاي التبطيء بالزمن وتكملة عليه سوني ضافة مود موجود بالكاميرا وضعية اسمها الاس اند كيو الاس اند كيو هي اختصار لسلو اند كويك موشن ايش يعني حركة بطيئة وسريعة بنفس الوقت يليو انه انت بتحكي للكاميرا تصور على سرعة 200 فبي اس لكن الفيديو اللي يطلع منها يكون 24 فبي اس فهيكا الفيديو بطلع من الكاميرا أصلا جاهز سلو موشن للي ما فهم علي انت بتضطر بالكاميرات القديمة حتى تعمل تأثير السلو موشن انه الكاميرا تصور على فريمات عالية وبالمنتاج تبطئها لكن هوا صار الفيديو يطلع عندك من الكاميرا جاهز مبطئ فيه موضوع انسيت اذكره بالنسبة للكواليتي اللي جدا جدا عالية بهاي الكاميرا وبالنسبة للفريم ريت اللي جدا جدا عالي انت ما بتقدر تشتغل على اي نوع ممري هلا هاي الكاميرا فيها مدخلين ممري يكونوا SD كارد اللي احنا متعودين عليها هاي للوضع الطبيعي بالكاميرا لكن اذا بدك تستغل كل امكانيات هاي الكاميرا انت بتحتاج نوع ممري خاص منسميه CF Express Type A فهي ملاحظة مهمة جدا بدك تنتبه لها اذا بدك تستغل امكانيات الكاميرا لا تنسى تشتري هاي الممريات هلا صراحة منه علي انا مش مستخدم Sony انا مستخدم Canon وحرفتي ليست تصوير الفيديو انا بصور فيديو وبشتغل فيديو لكن حرفتي بالاساس هي التصوير الفوتوغرافي انا كان هدف الي اليوم زي كل فيديوهاتي مراجعة سريعة لتقنية جديدة بدنا نشوف شو الـ options اللي موجودة فيها اذا عندكم اي اسئلة او استفسرات او معدات حابين نذكرها بالفيديوهات الجاي تقدروا تبعثولي على فيسبوك او انستجرام ليو دوت حماد واذكروا دايما انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة يعطيكم العافية